الجانب الثالث وهو جانب متعلق بمنتخبات كأس الأمم الإفريقية ودي نقطة مهمة جداً قبل ما روح بقى السوشيال ميديا واللكتب في الترندات كأس الأمم هينطلق يوم 13 يناير لقاء الافتاح هيكون الساعة 10 بتوقيت القاهرة على فكرة لقاء الافتاح الساعة 10 بتوقيت القاهرة مبرامة بيننا الكود ديفوار مع غينيا بيساوة لو نستعرض مع بعض كده سريعاً القيم التسوقية للمنتخبات المشاركة في كأس الأمم الإفريقية المجموعة الأولى اللي فيها بكود ديفوار ونيجيريا وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو فيها فارج كبير جداً في القيم التسوقية أولاً الكود ديفوار 329 مليون يورو نيجيريا 450 مليون يورو غينيا الاستوائية 9 مليون يورو غينيا بيساو 23 مليون يورو نحط هنا بس خط كده عندي نيجيريا أعلى قيمة تسوقية 450 مليون يورو نروح للمجموعة الثانية مصر 131 مليون يورو غانا 284 مليون يورو كاف فيردي الرأس الأخضر 21 مليون يورو موزنبيق 3.9 مليون يورو يعني أنت تتكلم كودفور نيجيريا مصر غانا نروح للمجموعة الثالثة السنغال 263 مليون يورو الكاميرون 171 مليون يورو غينيا 74 مليون يورو جامبيا 31 مليون يورو يبدأ الغد الوقت في الثلاثة مجموعات مصر تأتي في المركز السادس تأتي في المركز السادس نروح للمجموعة الرابعة الجزائر 180 مليون يورو يبدأ كده الجزائر السادس ومصر هتبقى سابعة بوركينا فاسو 99 مليون يورو موريتانيا 8 مليون يورو أنجولا 30 مليون يورو إذن الجزائر أعلى من مصر والكاميرون وأيضا السنغال وغانا والكودفور ونيجيري نروح لتونس 59 مليون يورو مالي 163 مليون يورو يبقى مالي ساعتها هنا هتبقى في المركز السابع ومصر ترجع للمركز الثامن في الأعلى القيم التسويقية جنوب إفريقيا 21 مليون يورو نبيبيا 5 مليون يورو نروح للمجموعة السادسة المغرب 374 مليون يورو وبالتالي أعطاق كده المغرب تأتي في المرتبة التانية في المركز التاني بعد نيجيريا وبالتالي مصر تعود من تاني للمركز التاسع الكونغو الدموقراطية 107 زنبيا 32 مليون يورو تنزانيا 5 مليون يورو تنزانيا مع مباراوة دي إن شاء الله يوم الحد اللي جاي مباراوة دي في الساد القاهرة مع تنزانيا الحد اللي جاي إذن دي المنتخبات المشاركة في كأس الأمم وقدمنا القيم التسويقية لكل منتخب في كأس الأمم الإفريقية مصر تأتي في المركز التاسع من حيث الأعلى قيم تسويقية ولكن طبعا في المركز الأول نيجيريا في المركز التاني المغرب في المركز التالت الكودفور في المركز الرابع السنغال ثم الكاميرون ثم الجزائر طبعا غيانة موجودة مالي مصر طبعا قيمة التسويقية لمصر وصلت 31 مليون يورو بسبب وجود محمد صلاح أعتقد من غير صلاح يعني ممكن نوصل لنفس أرقام غينية أو جنبيا أو حتى بوركينا فاسو دي القيمة التسويقية للمنتخبات المشاركة في كأس الأمم ولكن الأرقام شيء وأرض الملعب شيء تاني خالص أوقات كنا بنروح كأس الأمم بـ 23 لعب محلي ما كانش عندنا بقى لعب في ليفربول ولا أرسنال ولا كلام ده كل أنا فاكر كابتن محمود الجوهري رحمة الله عليه في 8-90 كنا راحين 23 لعب منهم بالضبط 3-4 بيلعبهم في الدوري التركي الدوري التركي ما كانش فيهم يعني غير الكابتن هاني رمزي طبعا النجمي والكابتن المنتخب وقتها كان بيلعب في الدوري الألماني وقتها خدنا كأس الأمم الأفريقية قدام منتخبات عندها لعب بتلعب في برشلونة وفي أكبر الأنديا الإنجليزية فالأرقام التسوقية حاجة والملعب حاجة تانية خالص نتمنى يا رب التوفير لمنتخبنا في مشوار كأس الأمم بأي